بمبادرة ودعوة من نائب رئيس الطيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري وبعد اتصالات أجراها مع المعنيين في القيادات الأمنية والعسكرية مطالبا بالتشدد في منع التجاوزات الحاصلة زار خوري اليوم مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللي هو أم حمد خير المكان الذي شهد أعمال تخريب وشغب في منطقة عوكر في حضور النائب راز الحج وذلك للوقوف إلى جانب المتضررين الذين يقاومون إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا للبقاء في لبنان كما المقاومين على الجبهة جينا مع حضرة الواء لنقف حد أهلنا وشعبنا يلي متضرر هون واللي صار مبارح بعوكر وبغير مناطق من لبنان أكيد بيأكد أنه هيدا عمل همجي ما قلوه أي مبرر وما قلوه أي سبب ليصير عنا نحن هاي المناطق مثل ما الشهداء عم يسقطوا ليدافعوا عن البلد في ناس عم بتناضل اقتصاديا في ناس عم بتناضل إنسانيا في ناس عم بتناضل بوجودة لنبقى نحن بهالبلد فهيدول العالم ما فيهم يضلوا بهالبلد إذا فيه همجية متل يلي شفناها مبارح ما فيه أي سبب ببرر يلي صار هون ما فيه أي سبب ببرر الاعتداء على مصالح العالم على أرزائها على شغلة وعلى الأشخاص بحد ذاتهم لأنه يلي عنده حساب بده يصفي مع اللي عم يضرب الفلسطينية ونحن موقفنا واضح من هيد الخبرية وقديش نحن وقفين حد الشعب الفلسطيني بأزمته أكيد مش هون المحلة يفضيها واللي من تاني ميل بده يقاسس اللي عم بيعملوا هالمؤامرة كلها كمان موقعوا مش هون لحتى يجي يفضيها عنا نحن حاضرين نسمع أراء الكل حاضرين نوقف مع الكل لحتى يستردوا حقهم بس أكيد مش قبلنين ولا بأي شكل حدا يعتدي على مواطنيننا على مؤسساتهم على رزقهم وعلى بقاءهم بالبلد كلها موجوعين ما في حدا مواطن لبناني لهم إلا من موجوع وهل الوجع والألم اللي كلها يتأثروا في أصحاب العقارات والأضرار اللي عم نشوفها خلال المسؤولين السياسيين وصلت الطلبات والوجع لدولة الرئيس مئاتي وعبنا على تعليماته وتكليف منه أكيد نحن الهيوالية لإهواسة جينا لنطلع على الوضع مظبوط ونكيم الأضرار ونشوف نشوف هنا نقدر نعضل إعرار مجلس الوزراء بنعرض هذا الموضوع بعدين هذه المنطقة منا مكسر عصى ولن ممار للأقصى هذه المنطقة فيها لبنانيين كمان متعطفين معي اللي عم بيسير بغزة إنما نحن منا لا ساحة لما مر ولا مقر لرسائل سياسية كما كانت زيارة لبلدية طبي حيث اجتمع خوري مع أعضاء ومسؤولين في البلدية للوقوف على سبل مساعدتهم في وقف أي اعتداء في المستقبل اشتركوا في القناة